الحقيقة النهاردة أنا حضرت منتدى الإعلام المصري عالم وكان تحت عنوان أنا الحقيقة وقفت قدامه كثيرا عالم بلا إعلام كيف يكون العالم بلا إعلام وكان فيه عدد كبير من مش بس الإعلاميين وصناع الإعلام لكن احنا شفنا في هذا المنتدى عدد أيضا من الخبراء اللي جايين من كل أنحاء العالم من نيويورك تايمز من عدد من الصحافة من كتير من الصحافة الأجنبية كان فيه ورش عمل عن ذكاء الاصطناعي كان فيه الحقيقة تكلم على الفروق بين الإعلام التقليدي وبين السوشيال ميديا وهالإعلام التقليدي خلاص اختفى أنا حضرت جلستين جلسة لمارك سميث رئيس انترناشن برودكاستنج كونفنشن وده أكبر معرض في العالم للبث الفضائي والحيان كانت محاضرة مهمة جدا عن استخدامات الذكاء الاصطناعي وحضرت أيضا جلسة تانية قدرتها الزميلة مونة سلمان وفيها عدد من الخبراء تكلموا فيها على متا وعلى الألجريثم أو الخوارزميات للسوشيال ميديا إزاي بتأثر على الماتيريا طب مين بيتحكم إحنا اللي بنتحكم ولا الخوارزميات هي اللي بتتحكم الحقيقة ميزة هذه المؤتمرات وأنا بحيي نوها النحاس وبحيي شركة أنترتي على هذا التنظيم لأنه فيها كان شباب كتير جدا ميزة أن إحنا بنسمع ناس يمكن ما بنعرفش نلاقيهم في أماكن أخرى يمكن ما بنعرفش نشوفهم وندور عليهم بقى على السوشيال ميديا لكن بيقدر أنه يجمع لنا الخبراء من كل يعني أرجاء الصناعة عشان نقدر نسمعهم ذكاء اصطناعي سوشيال ميديا صحف كبرى كان فيه طبعا جدل واسع في الجلسة الأولى اللي كان فيها زميلي إبراهيم عيسى وكان فيها أحمد الطهري وكان فيها زي ما أنتم شايفين وزير سفير فلسطين في لندن فكان فيه جدل حول التغطية أيضا في غزة مؤتمر مهم النهاردة كان يوم الأول بكرة اليوم الثاني وسعيدة بهذا كم من الشباب من كليات الإعلام المختلفة أتمنى أن هم يدخلوا الجلسات أكتر يسمعوا ورش العمل يتعلموا لأنه جزء مهم جدا من هذه المهنة هي التعلم المستمر مستمر ترجمة نانسي قنقر